موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة الطالبة عزيز الطالب أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني الاستثنائي في الحلقة الماضية تناولنا الجزء الأول من الطفرات وفي حلقة اليوم بإذن الله سوف نتناول الجزء الثاني فتابعوا معي في الحلقة الماضية تعرفنا على أنماط الطفرات وقلنا أن هناك نمطين من الطفرات الطفرات الكروموسومية وهي التي تحدث في الكروموسومات كاملة والطفرات الجينية التي تحدث في الجينات نفسها الطفرات الكروموسومية ذكرنا أن في منها نوعين الطفرة الكروموسومية التركيبية والطفرة الكروموسومية العددية في الحلقة السابقة تناولنا أنواع الطفرات الكروموسومية التركيبية والتي قلنا هي عبارة عن تغيرات في بنية الكروموسوم أو تركيبه ويوجد منها أربعة أنماط هم النقص والزيادة والانتقال والانقلاب في حلقة اليوم بإذن الله سوف نتناول الطفرة الكروموسومية العددية فتابعوا معي الطفرة الكروموسومية العددية يا ترى ما المقصود بالطفرات الكروموسومية العددية الطفرات الكروموسومية العددية هي طفرة الكروموسومية تسبب اختلال في عدد الكروموسومات في خلايا الكائن الحي وتعرف باختلال الصيغة الكروموسومية ما هي أسباب حدوث الطفرة الكروموسومية العددية؟ هناك سببين رئيسيين لحدوث الطفرة الكروموسومية العددية السبب الأول هو انقسام غير منتظم للخلايا يتمثل بعدم انفصال الكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الميوزي الأول شو المعنى هذا الكلام؟ لاحظوا معي عزيزتي الطالبة عزيز الطالب في هذا الرسم رح ناخذه من اليسار إلى اليمين من الشمال نلاحظ أن في الانقسام الميوزي الأول يحدث عدم انفصال للكروموسومين المتماثلين هذا عدم الانفصال في الكروموسومين ننتقل إلى الجزء الأوسط من الرسمة يسبب أن الأمشاج ما تكون أمشاج طبيعية الأمشاج الجنسية المتكونة تكون غير طبيعية فعند حدوث عملية الإخصاب ننتقل إلى الجزء الثالث من الرسمة على اليمين وتكون الزايقوت لاحظوا معي أحد الزايقوتات يكون تثلث كروموسومي 2N زائد واحد والثاني هو الوحيد كروموسومي 2N ناقص واحد هذا السبب الأول السبب الثاني من أسباب حدوث الطفرة الكروموسومية العددية هو ببساطة انقسام غير منتظم للخلايا يتمثل بعدم انفصال الكروماتيدين الشقيقين أثناء الانقسام الميوزي الثاني شنو المقصود في هذا الكلام لاحظوا معي في هذا الرسم أيضا رح ناخذه من اليسار إلى اليمين من اليسار أول جزء انقسام ميوزي أول يحدث بشكل طبيعي ولكن عند تكون الأمشاج في الانقسام الميوزي الثاني يحدث عدم انفصال للكروماتيدين الشقيقين مما يحدث عند إتمام عملية الإخصاب إلى تكون وحيد الكروموسومي 2N-1 والتثلث الكروموسومي 2N-1 إذن هذين هما السببين لحدوث الطفرة الكروموسومية العددية ودي الحين علشان نستوعب هذه المعلومة أكثر أن ناخذ بعض الأمثلة من خلال التشوهات ما هي التشوهات التي تنتج من الطفرات الكروموسومية العددية إذا حدثت الطفرة العددية في الكروموسومات الجسدية ينتج التشوهات خلقية وعقلية مثل متلازمة داون اللي نشوفها هنا في الصورة وفي النمط النووي اللي أمامنا حيث يوجد في نواة خلايا المصابين 47 كروموسوم وذلك لوجود ثلاث نسخ من الكروموسوم رقم 21 لاحظوا في النمط النووي اللي على يسار صورة البنت في الكروموسوم رقم 21 عندي ثلاث نسخ من الكروموسوم حدوث هذا هو الذي يؤدي إلى متلازمة داون ما هي أعراض متلازمة داون؟ أعراض متلازمة داون هو حدوث تخلف في النمو الجسدي درجات متفاوتة من التخلف العقلي تشوه في عضلة القلب وأيضا تركيب مميز للجسم والوجه السبب الأساسي لمتلازمة داون غير معروف ولكن تزيد الإصابة عند الأمهات التي تزيد أعمارهن عن الأربعين عاما في شغلة ثانية أحبت أن أذكركم إياها في هذا الجزء وأن هناك تشوهات كروموسومية أخرى مثل التثلث الكروموسومي 13 والتثلث 18 هذين التشوهين يؤديان إلى الموت السريع للأطفال لاحظوا في النمط النووي الذي شاهدناه قدامنا نحن في حالة متلازمة داون عندنا التشوه صار في الكروموسوم رقم 21 ولكن بعيد الشر عنكم وعن حبايبكم إذا صار هذا التشوه في كروموسوم رقم 13 أو 18 هذا رح يسبب موت سريع للأطفال ماذا ينتج إذا حدثت الطفرة العددية في الكروموسومات الجنسية هناك حالتين الحالة الأولى ينقل لها متلازمة تيرنر متلازمة تيرنر متلازمة تيرنر عبارة عن أنثى تمتلك نسخة واحدة من الكروموسوم الجنسي X عادة التركيب الجنسي الكروموسومي للأنثى يكون 44 كروموسوماً وكروموسومين جنسيين X وX في حالة متلازمة تيرنر تكون تمتلك نسخة واحدة من الكروموسوم الجنسي X في هذه الحالة تكون الأنثى متخلفة النمو وعاقر فيها بعض الصفات تكون متقلصة عندها الصفات الأنثوية ولا تنجب الحالة الثانية هي متلازمة الكلاين فلتر وهو عبارة عن ذكر يمتلك كروموسوم X إضافي يعني بدل لا يكون تركيبة XY راح يكون تركيبة الكروموسومي XXY أو XXXY في هذه الحالة يكون هذا الذكر عاقر مع ظهور بعض الملامح الأنثوية لديه أخذنا في هذا الجزء الكروموسومات أو الطفرات الكروموسومية التي تحدث في الكروموسومات كاملة نريد الآن التعرف على الكروموسومات